بالنسبة للجزء الثاني من التحدي طبعا نفس الحكاية بس هنحاضط لنا بمسألة بدنا نحسب بنفس الطريقة وزي ما احنا شفنا بدنا نعمل فواصل ننتبه على الساعات وننتبه على الدقائق وبعدين نجمع الفواصل الساعات لحال والدقائق لحال وامورنا بتكون سهل ممكن نجسر خلال حالنا للستين وممكن نعمل فواصل عادية زي ما شفنا جمعنا احنا بين التجسير وبين الفواصل في نفس المسألة انا حاليا بروح للتحدي الثالث زي ما احنا شايفين في عنا وقت البدء مجهول ووقت الانتهاء معلوم والزمن المستغرق معلوم هون هذا السؤال كيف ممكن نحلوه تعالوا احنا نحسبها لما انت يكون عندك امتحان مثلا خلصت الساعة 12 و25 دقيقة ظهرا وانت في الامتحان اخذ 3 ساعات و13 دقيقة بحكي لك احسب لي متى بلشت شو بدك تسوي مش كأنك بدك ترجع بالزمن صح ولا لا شو يعني طيب نرجع بالزمن يعني بدنا نطرح انا متى خلصت وقديش اخذت وقت ببين معي الزمن الاصلي كم كان تمام تمام فالحل اللي هون بده يصير بدنا نحكي وقت الانتهاء ناقص الزمن المستغرق بطلع معاي زمن البدء فتعالوا نشوف كيف هون عندي وقت البدء ايش يساوي يساوي وقت الانتهاء ناقص الزمن المستغرق فنروح للمثال الاول بدنا نطرح عمود عشان اوريكم ان انت بتقدر تطرح عمودي عادي اول اشي بتحط الساعات زي هيك اتناش وخمس وعشرين دقيقة ناقص كم الزمن ثلاث ساعات وان احط هاي الثلاث ساعات طبعا بده احط هون على الساعات وثلاث عشر دقيقة ومده اكتبها بده اكتبها هون زي ما انتو شايفين يا حبايبي منرتب عادي زي احد تحت احد وعشرات تحت عشرات بطرح عادي خمسة ناقص ثلاثة تنين تنين ناقص واحد واحد وهي النقطتين بتنزل لان انا بدي اعرف ساعة انا بدي اعرف الساعة والساعة لازم يكون فيها النقطتين هلق 12 ناقص ثلاثة اما انك بتطرحها من وخك او اذا بدك تسلف 2 ناقص ثلاثة بتسلف من واحد انا بدي اطرحها مباشرة 12 ناقص ثلاثة اللي هي كم اللي هي تسعة فالزمن اللي بلشنا فيه ساعة تسعة واثناشر دقيقة شفتم اسهلها نشوف المسألة الثانية وقت البدء مساوي وقت الانتهاء نقص زمن المستغرق وقت البدء كان الساعة واحدة وسبعت عشر دقيقة زي ما انتو شايفين ببعيد بدي اطرح منها انا اربع ساعات وسبعة وخنسين دقيقة هون زي ما انتو شايفين صعب اني اجي اطرح زي ما انا حكيت لكم الطرح العادي لانه هون عندي انا واحد وهون اربعة ولا يجوز هذا الحكيم فهون بدنا نجمع بين الشغلتين بدنا مرة نستخدم درسنا اللي هو الفواصل الزمنية والتجسير وهاي الشغلات وبعدين بدنا نرجع نطرح فانا هون بدي ارجع الساعة واحدة خليني نحكي نرجعها لوراء ساعة واحدة يعني بدنا نطرح فقط ساعة واحدة شو يعني ارجع بالزمن ساعة واحدة الى الوراء فالما تكون الساعة واحدة وسبعتاش ارجعلي بالزمن واحدة فشو بدت تصير الساعة بدت تصير الساعة اثناش وسبعتاشر دقيقة للتاكيد هلا زيد انت موخك الساعة كانت اثناش وسبعة ازيد عليها ساعة شو بدت تصير واحدة وسبعتاشر مظبوط فمن هاي اه فانت هون فعليا طرحت ساعة انت هون طرحت ساعة ووصلت للساعة طبعا ليش هادا الحكي لانه انا بدي اوصل هون انه سين عندي رقم كبير اللي اطرح منه الاربعة طبعا هون انت طرحت ساعة كاملة ارجعت الى الوراء ساعة فانت طرحت ساعة فهون ما ضلت الساعة اربعة هون انت خلصت من ساعة منه الفضل عندك ثلاث وهون بدك تطرح ثلاث وسبعة وخمسين تمام هون منطرح ثلاث وسبعة وخمسين كمان مرة انا عندي الساعة واحدة وسبعتاشر هو وقت الانتهاء ما بيصير ابدي الهاي وهاي يحكي الله ما هي اكبر لا ما بيصير انا هون بتعامل مع ساعات مش بتعامل مع ارقام ومصاري فلازم تكون الترتيب تبعك مية بالمية صحيح فهون وقت الانتهاء ناقص الزمن المستغرق بعطيك الزمن البداية فلما انا اجت اطرح لقيت انه هذا العدد صغير اصغر منه ما بعرف اطرحه بس انا بعرف انه انا بتحامل مع ساعات مع وقت فانا بعرف انه لو انا رجعت بالزمن ساعة او حتى لو كانت هاي الساعة انتين لو رجعت ساعتين الى الوراء بوصل للساعة 12 حتى لو كانت هاي الساعة 3 لو زعت 3 ساعات الى الوراء بتصير الساعة 12 فانا هون رجعت ساعة واحدة فكاني طرحت كم ساعة فبدل ما يكون 4 ساعة و 57 صاروا 3 ساعة و 57 لو انا رجعت ساعتين الى الوراء بيكون انا كأني طرحت من الساعات ساعتين فبتصير بدل انا هون رجعت ساعة واحدة الى الوراء فانا بدل الاربعة صارت ثلاثة عرفنا ليش صارت ثلاثة مش انو انا اخترعتها انا هون نقصت ساعة وهون نقصت ساعة زيك انها ميزان صار تعالوا نشوف كبنا نطرح هلا باج بتطلع 17 ناقص 57 لا يجوز صح هذا قصير اصغر من هاد بدي اسلف صح ولا لا طيب انا لما بدي اجي اسلف يلا منيجي من اسلف مناخد واحد من ال 12 بتصير 11 وهاي بنزيدها واحد بتصير عادي هون بنا ننتبه لشغلة مهمة انو الاستلاف هون مش زي الارقام العالية هون انا عندي اواز وهون عندي مينتس هاي عائلة وهاي عائلة لما انا بدي اخد ساعة من ال 12 واوديها لعائلة المينتس ما بتضلها بنفس العيلة لما اخد من هون واحد ها بدي اخد منها واحد انا بتصير 11 هاي الساعة سافرت من عائلة الاورز لعائلة المينتس لما سافرت هاي الساعة وصلت لعائلة المينتس الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة فعشانها تساوي 60 دقيقة انا بزيدها على اساس انها 60 فبحكي هلا 60 زائد 17 شو بتصير بتصير 77 دقيقة اذا انا هيك صار زمني 77 دقيقة فهمنا ليش صارت 77 لان انا رحلت لها ساعة يعني 60 دقيقة مش رقم واحد وهاي استلفنا منها صارت 11 يلا نيجي نطرح 7 ناقص 7 صفر 7 ناقص 5 2 والرمز هذا بينزل 11 ناقص 3 اللي هو 8 فاذا وقت البداية كان الساعة 8 و 20 دقيقة الامور جدا سهلة يا حلوية ده جدا سهل وجميل ومنحبه لكن اذا ما حلتوا وما اهتمتوا فيه وحلتوا مسائل متنوعة وهدول انا يعني خلت لكم هاي هون مسألتين هون مسألة ثلاث مسائل بس خلت لكم اياها بس حتى المسائل اللي حلتها بدي منكم حبابي انكم تحلوها علشان انتوا تعرفوا تحسبوا الوقت لاني انا من يوم وطالع لما نصير ناخد امتحانات ان شاء الله نرجع على المدارس ما بدي حال يحكيلي كم ضال الامتحان وكم وقت الامتحان وكم يوم تبلشنا الامتحان رح تصيروا انتوا تحسبوا لحالكم لانكم شطورين الامور جدا سهلة بس لازم انتوا تحلو بايداكم ولو هيك حسيت الامور شويها مش مفهوم احضروا الفيديو اكتر من مرة وجيبوا ساعة وطبقوا عليها وانا متأكد اموركم رح تكون ممتازة ويعطيكم العافية